ازايكم يا شباب احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن Retention Form و اللي قبله عن Resistance Form و اللي قبله عن Outline Form نظبوط نحنا Resistance و Retention Form اللي اتكلمت عنهم كانوا Primary Resistance و Primary Retention Form فيديو النهاردة هنتكلم عن Secondary Resistance و Retention Form طيب تعطونا نفتكر مع بعض في اكريين انتو Stages of Cavity Preparation كانوا الاربعة initial هما Outline Form ده الشكل بتاع الكافتي و الانشياء دبت ان احنا عوزين نوصل اثنين من عشرة اثنين من عشرة اثنين من عشرة ميلي تحت الاملودنتاني جنكشن وبعد كده تاني خطوة هي ان احنا نعمل Primary Resistance Form ايه هو Resistance Form ان احنا ندي الكافتي شكل بحيث ان هو يخلي الحشوة والسنة الاثنين يقاومه كسر مفيش حاجة فيهم تكسر طيب ايه هو Primary Retention Form هو الشكل اللي احنا ندي للسنة عشان Resist Displacement او Removal of Restoration From Tools ان ايه هو الشكل اللي احنا ندي للسنة عشان الحشوة ما تقعش من السنة من الاخر ولا تتحرك من مكانهم طيب ايه هو Convenience Form هو الشكل اللي احنا ندي للسنة عشان نعرف نملاها Observation عندنا نجيل Accessibility ناخد Accessibility نعرف ندخل الانسترومنت بتاعتنا فنعرف نعمل Preparation ونعرف نفنش Restoration بتاعتنا الكلام ده اللي احنا شرحناه لغاية دلوقتي احنا دلوقتي لغاية المرحلة دي احنا خلصنا الانشيال Stages of Cavity Preparation طيب قبل الوقتي احنا هنبدأ في Final Stages of Cavity Preparation كانوا ايه كان هما التلات خطوات دي طيب لو انتو فاكرين مع اول خطوة دي انا كنت قلت تحت عنوانين كده ان احنا من وقتها ممكن لو احنا حتاجنا نعمل Bulb Cabin فهنعمل Bulb Cabin بس مش شئ اساسي احنا لو احتاجنا طيب لو احتاجنا نعمل Second Resistance Resistance و Retention Form هنعمل بس برضو مش شيء اساسي لو احتاجنا طيب فبما اننا لسه مخلصين كلام عن Resistance و Retention Form فقبل ما انتو تنسوا يعني Resistance و Retention Form نشرح على طول Second Resistance و Retention Form برضو وزي ما احنا اتفقنا هما مكانهم فين في السكيمة دي مكانهم ان هما تحت ايه مع اول خطوة دي تمام طبعا احنا هنشرح خطوات دوت هيتشرحوا الفيديو الجاي بقى نبدأ هنشرح فهم الفيديو الجاي ان شاء الله طيب 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 ان Retention و Resistance Form دولت ان احنا بنعملهم During the Initial Tooth Preparation اللي هو Primary يعني من الاخر نقصد بالجملة دي ايه Primary Resistance و Retention Form دول هيبقوا حاجة من احتمالين يا اما هيبقوا كافيين قوي ان هما نحط فيها Restorate نحط الحشوة بتاعتنا في السنة ويبقى عندها Retention و Resistance حلوين يا اما مش هيبقوا كافيين فنحتاج ان احنا امتى في في Final Stages صح مش احنا اتفقنا ان هي في Final Stages هنا او في Final Stages صح طيب احنا في Final Stages نحتاج ان احنا نعمل ايه نحتاج نعمل Secondary Resistance و Retention Form غالبا ده نعمله مع ممين مع Non Bonded Restoration يعني Restoration مش بنحط لها Adhesive Material ولا ما بتمسكش بحاجة في السنة زي مين؟ زي الامالجوم طبعا ايام زمان دلوقتي بقى فيه عادي Bonded الامالجوم بس برضو يعني ما بيفرقش قوي مع الامالجوم حتى انت حطيته بطل تمام؟ طيب احنا اتكلم بقى عن اهو Secondary Retention وهي Resistance Features بتاعتنا احنا الاول ايه انا شرحت Primary Resistance Form لوحده وشرحت Primary Retention Form لوحده ودلوقتي نراح اشرحهم هما الاثنين مع بعض وبنطقهم هما الاثنين مع بعض وهفضة طول فيديو بتكلم عنهم هما الاثنين مع بعض لان زي ما بنقول Preparation Features اللي احنا بنعملها دي اللي بتزود Retention بالنسبة لحاجة Secondary اي Secondary Retention Features اي Secondary Retention Features زي ما هي زودت لي Retention بتزود معاها مين؟ بتزود معاها برضو Resistance والعكس صحيح يعني الحاجة هتزود Resistance Form برضو هتزود Retention Form فبالتالي Secondary Resistance و Retention Form احنا بنتكلم عنهم كحاجة واحدة يعني انا قلت الحاجة دي بتزود Retention حط جنبك عنها بتزود Resistance معاها دا استثناء واحد بس هناخده مع الشرح هنعرف مين الوحيد اللي خارج القعبة دي تمام؟ طيب اول حاجة عندنا من Features ديت هي حاجة اسمها Proximal Axial Groves ايه هو ال Proximal Axial Groves او Looks اكفال يعني؟ بنقول ان دا حاجة احنا بنعملها في ايه؟ في الأكسيو بقل والأكسيو Lingual Line Angles ازاي؟ تعال كده نبص على السنة دي لو انتم فاكرين كنا بنقول ان الحيطة اللي بقى تونها بالأحمر دي اهي اللي قادة تنوره وتطفي دي كنا بنقول ان هي اسمها ايه؟ اسمها Axial Wall صح؟ طيب لو انتظرنا ان دا بقل و دا Lingual يبقى دا الخط دا كده هو مين؟ هو الأكسيو بقل الخط دا هو الأكسيو Lingual صح؟ فاحنا بنعمل ال Groves دي فين بقى؟ احنا اتفقنا من الفيديو فات حتى ما كنا بنقول حاجة Axial يعني حاجة اه في اتجاه فوق وتحت يعني حاجة ايه؟ وقفة كده موازية للمحور بتاع السنة تمام؟ طيب فما نعمل ال Proximal Axial Groves يبقى احنا بنعملها في ال Proximal Books في ال Axial Wall اهي بتبقى موازية لمحور السنة زي ما انتم شايفين بندخل بـ Contra بتاعتنا نبدأ ان احنا بالبر بتاعنا نحفر شوية هنا نحفر شوية هنا نعمل Groves في الكورنارات كده زي ما انتم شايفين اهو وهنا اهو وهنا اهو تمام؟ طيب هنا تاني صورة تانية اهو شايفين؟ اهو وهنا اهو من قريب اهو فاي الحشوة تدخل جوه تعشق فيه زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات المفهوم التعشيئة المفهوم ال Inter looking تمام؟ تدخل تعشق جوه طيب اهو صورة تانية اهو شايفين؟ حتة هنا اهو تعاملها كده طيب امتى بنعمل بقى نحتاج ان احنا نعمل البروكزمال اجزي الجروف ده لما يبقى البوكس كبير زي ما انتم شايف كده البوكس ده هو كبير و primary retention may not be مثلا enough تمام؟ يبقى لما يبقى البوكس البوكس ده يعني ايه؟ اللي هو الجزء البروكزمال ده الجزء اللي احنا فتحناه يعني الجزء بتاع كده تمام؟ يبقى احنا primary retention form غالبا مش هتبقى الانفاء نحتاج ان احنا نعمل feature تانية عشان تزود ال retention مين هي feature دي؟ هتبقى هي البروكزمال اجزي الجروف طيب اهو تاني مثلا منظره من فوقه شايفين؟ اهو فالحشوة تدخل تعشق فيه فبالتالي ايه؟ صعب ان الحشوة تخرج في الاتجاه ده صعب ان يحصل ده ايه؟ displacement laterally صح؟ طيب ال retention coves بقى يعني ايه كوفز اصلا؟ انا صراح مش عايف ترجمتها تحارفية بالعربي بس يعني انا فهمها لكم على الشرح يعني ايه كوفز بالمهم retention coves احنا بنعملها باصغر round pair عندنا اللي هو 1 على 4 طيب اه زي ايه بسلا من امثلتها اللي انا اشرحه دلوقتي زي ال incisal prepared retention coves في class 3 فاكرينيه class 3 ده كان هو ايه؟ class 3 لما بيبقى فيه characters في ال proximal surface anterior teeth طيب اهو طيب طيب مثلا نعتبر decent احنا بصلا له اه سواء بالبقى دي او او lingua دي مش فرقة يعني نعتبر ان فيه في ال proximal surface هنا ده كده فيه شوية characters طيب انا هاجي اعمل لهم اجي اعمل الجزء ده دلوقتي preparation اه اعملت preparation انا اعملها ان انا هاجي بالround pair بتاعي اللي هو اتفقنا مين اصغر round pair اصغر round pair اللي هو واحد على الاربعة وادخل في ال corner احنا هتفقنا ان هي انصايزل 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 ده يعني هتبقى ناحية ايه هتبقى انا هتبقى ناحية مثلا cervical line و هتبقى ناحية ال انصايزل edge من الاسم هتبقى ناحية الانصايزل edge الخط اللي موازي الانصايزل edge اهو حتة دي كده اهو حتة دي كده اعمل نقطة بالround pair اعمل نقطة بالround pair بتاع في الكورنر ده تمام طيب اهو شايفين اه النقطة جوه اه حتة غمقى كده هنا انتو شايفين طبعا هنا ما بيحفرش وابس جال لك ال pair انما ال pair هيدخل في الكورنر اللي فوق ده اهو شايفينها اه اه طب انتو دا واخدين بذلكم ده مين ده الليبيا surface وده مين ده البلد surface صح طيب هو ليه يفتح من هنا من ناحية البلد اهو ده عشان نعمل convenience نعمل بلد اه بلد ال access for class 3 ده كان من احد features بتاعتين بتاعت convenience form تمام افتكر اربط كل حاجة صورة تشوفها اربطها بالانتقدتو قبل كده عشان ما تنساش الكلام وتبقى فاهم كويس طيب اهو ده التالت feature عندنا هي horizontally oriented retention groove الhorizontal يبقى حاجة في الhorizontal plane مظبوط يبقى حاجة ايه في الhorizontal plane يعني موازية للأرض كده اللي انت مثلا واقف عليها دي والأرض دي horizontal plane طيب بينما الحيطان مثلا بتاعت القوضة بتاعتك ده vertical plane فانت عشان بس انت مش معايا يعني ايه horizontal يعني vertical فهي بالضبط كده horizontal ده حاجة الموازية للأرض اللي انت واقف عليها دلوقتي دي طيب بنعملها بايه بنعمل الجروف ده بنفس الbear يعني ايه يعني الbear الصغير بتاعنا الصغير بتاعنا الصغير الصغير اللي هو واحدة او 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 انا طيب هنعملها بما بقى برضو في class 3 زي احنا انتفقنا دي في البروكزما في البروكزما في البروكزما لو فيه كيرس في البروكزما surface behind anteriorities وفي class 5 من class 5 اللي هو لو فيه كيرس في cervical area في posterior أو anterior لمين فورا الامالجم وممكن كمان نعمله في some root surface tooth preparation لو احنا هنحط كمان كومبوزت تمام يبقى في حالة الامالجان في كلاس سير و كلاس فايل طب لو في حالة الكمبوزت بنعمله انت لو في روت سيرفيس توس بيربريشن طيب احنا منقول ان هو حاجة هوريزونتلاورينتاد ريتانشان جروف جروف ده يعني يعني هو نقطة لا مش نقطة نقطة دي يعني كوفز اللي احنا كان لنا عنها واره يبقى كوفزيات اللي انت هتعمل نقطة بس طيب لو انت هتيجي بالبير بتاعك كده وتمشي بقى وتمشي رايح جاي تمشي رايح جاي كده على الخط على ال line angle تحت دي يبقى انت كده عملته جروف تمام او مكان الخط الاصفر ده كده المفضل انك تمشي ايه على الخط الاصفر ده كده تحفره فانت كده عملت ايه جروف جوه حيث الحشوة تدخل جوه برضه تعشع طيب او وسيما انت شايف شايف ماشي فين او او بيعمل هنا ايه ريتانشان جروف او بلس ده طيب او سواء اب هتعملها فوق تعملها تحت المهم انك تعمل ايه جروف في الhorizontal safety ما هتعملوش هنا في الجنب ده ولا الجنب ده مش معنى لان ده كده vertical فاحنا بنقول انه هو horizontal oriented ركز قوي على كلمة horizontal فانت هتعملها في موايزي incisal edge او موايزي cervical line تمام او هنا او هنا او شايفين صورته او من الجنبة تمام طيب ايه اسكرتس يعني اسكرتس اصلا في البنات طبعا دلوقتي بنزبها مسكرتس دي يعني اعملوا جيبة طبعا نعمل ازاي جيبة في السنة تعال نشوف بنا اعمل ازاي جيبة في السنة الجيبة ديت هي preparation feature بنعملها مع cost good restoration مين هي cost good restoration cost يعني حاجة مزبوبة طيب هل انت هتصب مثلا جيب معدن وتسياحه وبقى عند درجة حرارة انصهاره وتصب في بوق العين مش هتصبه فانت قول ما نقول cost restoration طبعا cost good restoration cost a اي حاجة cost restoration يبدأ احنا اكيد هنقصد اي نقصد اللي هو in lay in direct restoration in lay on lay overlay الحاجات اللي هتتعمل في المعمل دي بعد انتيجي انا بقى بلزقها بس في السنة تمام طيب limit extend around some if not all يعني بتبقى preparation بتبقى محوطة شوية لو ما كانش كله اصلا line angles بتاعتي tools تعال نشوفها فنعمل ايه نعمل skirt يعني نعمل skirt يعني ان احنا هنيجي نعمل preparation اللي الكاسب من بره من هنا شايف او اسمنا انا مسبت الكاسب السليم انا عملت له preparation كأنه بالضبط مثلا ده انا راح بعمله preparation لcreate مثلا تمام زي في fixed portal don't طيب او شايفين الصورة او عملت preparation للكاسب من هنا طيب او عملت preparation للكاسب من هنا طبعا ده كده احنا الشيء اللي احنا نحطه في اسمه ايه لو انتوا فاكرين انا شرحتها كم مرة جبت الصورة بتاعتهم التلاتة indirect restoration ده كان اني واحد فيه افكر ايوة ايوة صح overlay ايش معنى لانه نحوط الكاسب كان تمام جاي الكاسب لغاية نازل عليه كمان من وره طيب انه لما احنا بنعملها كويس اه فالopposit vertical walls ديها بتبديني retention يعني ايه opposite vertical wall مش ديه vertical wall وديه العكسها الناحية جوه في الكافتي برضو vertical wall طيب فهي دي opposite دي المقابلة ديها يعني ايه فاهمين opposite المقابلة ديها العكسها فلما احنا نعمل opposite vertical walls اللي يزودنا عدد الحيطان اللي عندنا للكافتي هتنزل بتاعتنا هتنزل تمسك فيها فكده احنا زودنا طبعا ايه retention بتاعتنا طيب نقول ايه كمان ان احنا ما نحط ال skirt spot ده بيزود resistance form by enveloping زي توس فايه هيرزيست the fraction of the remaining tooth form occlusif or ممي يعني عادي احنا عندنا في حاجة كده احنا بنقولها كده عندنا في الفيزي احنا عارفين دايما ان ايه بنقول ان عندنا سطح كل ما لو احنا عندنا سطح وعندنا قوة مثلا مقدارها مية تمام فكل ما تبقى مساحة القوة مية دي نزل عليها سوري مساحة السطح القوة مية بس كل ما احنا نزود مساحة السطح ده كل ما تأثير القوة دي على السطح هيبدأ ان هو ينقص اش معنى لان القوة بتتناسب عكسيا مع مساحة السطح صح فكل ما المساحة تزيد القوة تأثير القوة على السطح ده تنقص فاحنا بالممزر اللي احنا عملنا ده بدل ما نكون واسا نحط هنا او حتى او وكده احنا خليناها overlay فيعني قطرنا مساحة السطح بتاع restoration كبرنا restoration اكتر زودنا مساحتها فبالتالي والفرص اللي عندنا ده حاجة ثبتة force of notification ثبتة مش هتزيد أو تنقص هي كيكده ثبتة في اي حاجة في اي نوع restoration اللي تحطو هي نفس الفرص كيكده هتنزل على السن فالفرص عندنا ثبتة بس انا زودت مساحة سطح الحشو يبقى بالتالي عندنا والعلاقة ما بين مساحة سطح القوة عكسية يبقى هيحصل ايه يبقى تأثير القوة دي على restoration هينقص فبالتالي لما تأثير القوة دي على restoration ينقص يبقى restoration هتقدر تقاوم forces دي بشكل احسن فكده احنا عملنا يكونوا فهمتوها برضو عيدة تانية عشر عيدة تانية القوة بتتناسب بشكل بسيط خالص قوة بتتناسب عكسيا مع المساحة القوة بتتناسب عكسيا مع المساحة فالقوة عندنا هي force of multiplication قوة المضغ قوة دي حاجة متغيرة هي حاجة سبتة اي نوع restoration احطه كده القوة هي هياها طيب طب من اصغر واحدة فيهم مساحة بعدين ثم overlay ثم overlay هي اكبرهم فبالتالي كل اما انا اقبر المساحة دي يبقى تأثير force of multiplication عليها هتبقى اقل من لو كانت المساحة اقل صح طيب فكده هتبقى هيا بتقدر انها ايه تريزيست الفرصة بيه احسن يبقى overlay هتريزيست الفرصة احسن من اللي انا برضه حاسن انا لو بخطوك اكتر بكلام فيزي مالوش ايه 30 لازمة فكل انا اقلت ده انسوه خالص انا اسف جدا انتو حفظوا الجملة دي وخلاص انه نعمل skirt ده بيزود resistance form طيب برضه بنعمله انتو نعمله وكان lingua word بتاعتنا هنا كده دي كانت inadequate extension نبدأ ان احنا نخرج نعمل البربرation للقصبات ناحيتها تمام طيب او دي الoverday زي ما احنا اتفقين ودي indirect restoration زي ما انت شايف كده هنا ايه مساحة السطح كبيرة اوي ايه فالفورس دي هتنزل انا ما عفش بعيد الكلام تاني دي هتتوزع على المساحة دي توزع على المساحة انما لو كان يتقن لي بس اللي هو الجزء في المساحة ده بس يبقى الجزء ده سغنطوت اوي فالفرصة للنزلة هتتركز على الجزء ده فهيبقى resistance form بتاعته اقل شوية من الoverday فكوكم من الكلام الفيزياء ده كده عشان اتنعرف انه ما حدش يحب الفيزياء انا انسان مواريد نفسي بس كده بحب الفيزياء فعزرا يعني فده ما يحبش الفيزياء فكو من الكلام ده خالص بتحفظ الكلام وخلاص طيب يعني ايه سلوت وان ما افش ده مكتوبة ده نسيت يعني مفكت تظهر في وقت تاني مع لش كوكم النه دلوقتي مم منركز في التعريف السلوت هي عبارة عن من عملها طيب بنعملها بمين بنعملها بال inverted كون طيب تعال هنشوف اهو شايفين ايه هي دي دي كده هي السلوت طيب يعني ايه اا لنسي بتاع الطول بتاع في الريزونت البلين احنا ما نيجي نقسي الطول بتاعها نقسي الطول بتاع كده زي ما انا ماشي بال موز كده اهو شايف مش هنقسي الطول بتاعها كده يعني الستة من عشر اللي مكتوبة دي ده كده انا ما عفش الصراحة هيتقل عليها ايه بس هيتقل عليها الطول بتاعها تمام هيتقل عليها الديبنس بتاعتها بان احنا هنا بنتكلم ان هي الديبنس بتاعتها بتبقى نص الواحد ميلي من صاعد دينتين وإنام الجنكشن بس لو نتكلم عن الطول بتاعها يبقى احنا نتكلم عنه في الهريزونتال بلين اللي وان همشي بالانفيرت الكون بتاعها وهمشي في السن قد ايه اهو فده كده طوله مثلا قلنا هنا صف هنا مثلا كده 1 2 3 4 5 5 5 شايف لغاية هنا مثلا 10 سنت يبقى الطول بتاعها اتفاهمت تمام طيب بنز يعني بنز يعني مسامير يبقى احنا هنعمل ايه هنحط مصمر جوا السن بقى هنعملها امتى هنعمل لما يبقى في حيطة كاملة مش موجود تعال نبص كده اهو هنا مثلا الحيطة دي كده كاملة مش موجود فحطينا ايه حطينا مصمر المصمر ده بعد كده بيننا فوق الحشوة وحطينا الامالجم بتاع فالامالجم لما طلع بقى ماسك هنا اخذ بتاعه من المصمر ده صح اهو تعال نشوف تاني اهو هنا الحيطة دي كاملة كده مش موجود فحطينا ايه حطينا مصمر عشان يمسك الامالجم بس هيقابلنا مشكلة ان ده هيزود لي الامالجم هيمسك بس هيقصر على الريزستنس نيجات بالسلب يعني هينقص الريزستنس لان كده سواء السنة او السنة او الحشوة الاتنين هيكسروا بسهولة طب ليه هيكسروا بسهولة علشان دلوقتي سواء الامالجم او السنة فيهم فورن بضي فيهم جسم غريب مين هو البن فالبن ده عامل على الاتنين فهيعمل ايه هيكسرهم زي ما انت شايف كده هنا المصمر ده انت حطيته هنا فهيفضل قاعد في السنة عن السترس على الحطة اللي حواليه سترس هنا وسترس هنا سترس على كل منطقة حاليه فيقوم في الاخر ايه كسر الجزء ده جنبه عالف عامل زي ايه زي مثلا لما تجيب ايه ما تجيب حاجة بلاستيك وتحط جواها مصمار والمصمار ده تربط فيه مثلا او حاجة او حيطة خشب حطيت فيها مصمار والمصمار ده حطيت عليه لوحة تمام مع الوقت هيبدأ ايه هيبدأ ان بتاع الخشب ده يبدأ يتشقق الحيطة الخشب ده تبدأ انها تتشقق كده من تحت المصمار وتتكسر صح لان المصمار ده عامل ستريس جوا الحيطة صح فان نفس الفكرة هين هيعمل ستريس جوا السنة وهيعمل نفس الستريس دي برضو جوا الأمضجم لان أمضجم مش هيبق بيور فيفضل عامل ستريس على ده وستريس على ده لغات ما يقول اتنين مفلوقين من عند المصمار المكسورين طيب نقول نعمل مفلوقين نعمل بيفضل تفقنا بيفضل يعني حاجة مصبوبة فانتو هتصب بمعدة ببق العيان ده حاجة المعمل بيعمل هو مين من الاخر اللي ان اللي او 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 طيب يعني ايه في او او يعني في الان ل او 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 بتاعتنا بتاع الرجل بتاع المعمل عامل فيها بيفل فاحنا جينا عملنا في السن احنا بتاعتنا بيفل فالبيفل عالبيفل يعودوا على بعض فايه يعملوا ايه بقى او يعملوا بتار جنكشنل ريليشنشيب يبقى احنا اصلا هي منقول ان هي بتزود ريتنشن فورم بس احنا بنعملها مش عشان ريتنشن وبتاع احنا بنعملها عشان يبقى يعني بتار جنكشن ريليشنشيب يعني حتة التقاطع اللي ما بين سنين احطت صورة اه حتة دي كده الجزء ده كده شايف الجزء ده التقاطع لو انا جيت عدي بصباي ما كان الماوس كده ما بين السنة وما بين الحشوة ما حسش ان انا مغمد عنايا ما عرفش ان في ان دول ايه سطحين مختلفين الاقيها ماشية سموز خالص كده ما لقيش مثلا ايه حفة بتغبط فصباعي حاسس بيها لا انا لقيها ماشية ايه ماشية سموز خالص كأنني مش حاس بقى حاجة ده اتنين مكملين مع بعض ده معنى تمام طيب يعني احنا نيجي هنا نعمل نيجي نقف بزاوية 45 على ايه على الزاوية دي كده اه على الزاوية هنا جزء ده على المرجن هنا اه نقف بزاوية 45 كده فنعمل ايه حتة بزاوية 45 زي ما انتو شايفين الخط ده كده ده اسمه بيفل طب احنا بيفل بتاعته بديعمله فين على وركز او الكلمة دي من ده سؤال بنعمل البيفل بتاعته فين على المساحة عشان تعال نبص على بعض بقى برضو الانام ممكن في نحتاج ان احنا نعمل بيفل لان بيفل ده هيديته ايه مع الكمبوز بقى ده هيزود المساحة فاحنا عارفين دايما ان بزيادة المساحة ده اي حاجة بعدها فبزيادة المساحة بتاعت الانام اللي اللي يبقى بوند الانام او بوند السنة او ماسك في السنة هتزيد فبالتالي هيزود الريتنشن صح يبقى يقول زيادة زيادة زودنا مساحة احنا ما عملنا بيفل زودنا مساحة معملنا بيفل زودنا مساحة الانام اللي معمول اتشنج تمام فهنزود مساحة الانام اللي هنحط عليه بوند هنزود مساحة الينمل اللي هنحط عليه الكمبوزيت فبالتالي احنا زودنا مساحة كل الكلام ده فده هيزود من ايه هيزود من الريتانشن لانه زودته من كمية الكمبوزيت اللي ماسك من في الينمل طيب تعال نبص بعض هنا بنقولو الكمبوزيت بيحتاج البيفيل فين على الtenRight وال يعني أي Hani external vertical wall زي ما ادفقت انا external vertical wall ده اللي هي الحيطان يعني حاجة ايه اللي موازية لحيطه حيطة القودة بتاعتك حيطة الوضع بتاعتك دي هي Vertical Play فالحاجات Vertical اهو ده اهو حاجة Vertical يعني حاجة الموازية من الاخر بالمين الحيطان اللي ايه الموازية للمحور بتاع السنة من الاخر زي ايه زي الحيطة دي ايه شايفين خط ده كده طب لانتو اخدتوا بالكو ده ايه دي الصين جدا ما عندنا هو ده البلدة السيرفس بتاع الانسايزور يبقى احنا فتحينها دي من ناحية البلدة السيرفس عاملين ايه عشان نعمل ايه نعمل البلدة Access for class 3 طب ده احدة features ايه Convenience for ركز برضو ويقعود ايه وروبط الكلام ببعض وكده بأي صورة تشوفها اهو شوف عاملين هنا البيفل فين عاملين هنا البيفل على Vertical World جزء اللي هو تحتنا بس الوكلوزة احنا مش عاملين عليه بيفل مش معنى لان الوكلوز احنا بنعمل البيفل على الوكلوزة سيرفس ده مع Customator بينما مع Composite بنعمل مع ايه مع الحيطان اللي بتبقى مالها External Vertical والحيطان اللي بتبقى موازية للمحور بتاع السن اللي بتبقى وقفة Vertical اللي بتبقى وقفة زي حيطة قطة كده اللي هي Vertical حاجة Vertical تمام طيب ايه بقى الفاكتورز اللي بتأثر على ان احنا نختار Retentful Resistance Features بتاعتنا هل احنا يعني ازاي نعرف ان انا Resistance Features بتاع دي كفاية او Retention Features دي بتاعتي كفاية او دي مش كفاية انا محتاج ان انا ازود وحط Features اكتر على ايه اساس بنحدد الموضوع ده اول حاجة هي Size of Cavity مساعة الكافتي طبيعي لما مساعة الكافتي تنقص سوري لما مساعة الكافتي تزيد يحصل ايه طبيعي هينقص remaining To Structure يعني مساعة الكافتي زاتت فطبيعي To Structure هينقص صح؟ كمية هتنقص فده هيعمل ايه هنحتاج ان احنا اكتر شيء بديهي جدا زي ما احنا اتفقنا لايه لان لو كمية To Structure صغيرة اتفقنا ان ده هيبقى ايه هتتكسر بسهولة فاحنا محتاجين نحط لها Resistance Features عشان ما تتكسرش طيب السنة نفسها تتكسر بسهولة طيب طيب لما تبقى برضو السنة نفسها remaining to Structure صغيرة فهيبقى ما نحط الحشوة مش هتعرف تثبت عليه كويس هتقع بسهولة فاحنا محتاجين نعمل ايه برضو نزود Retentive Features بتاعتنا هنا نعط Secondary Retentive Features Resistance Features طيب تاني حاجة Number of Missing Goals ازاي او ده كل ما يزيد Number of Missing Goals ايه اللي هيزيد Multiple Displacement Direction الاماكن اللي ممكن الحشوة تقع منها تزيد ازاي لو عندنا سنة اهي الحيطان بتاعتي كامل كلها موجودة ما فيش اي مشاكل فما فيش مهرب اللي مش طهفت آخرج صح ده كده تمام انا مش محتاجة اعمل لها ساكندري بتاعك ساكندري Retention Form ااا آ انما حاجة زي دي لو احنا عندنا الكافيته او حطنا الحشو بص حشو ياهبا اتسالة تتخلص وخرج توقع boca تايا فبالتالي احنا بالمنزر احنا محتاجين ان احنا نحط إيه Sec interrupting pps لانه بقى في موط Displacement Direction ف sitio محتاجين طيب نحط مثلاً حاجة زي عندنا حتة دي كلها وقعت ما عادتش بس على قد حتة واحدة لانتنشوف قد ايه وولز مفقودة ده ميزيال وديستل وبلتل وقع فنعمل ايه نحط بنز مثلا هكذا طيب الـ site of cavity and occlusal stresses الـ cavity is subjected to high stresses مين اكتر حاجة cavities بتبقى عليها high stresses الـ cavity اللي بتبقى compound يعني ايه compound يعني two surfaces يعني مثلا ايه ميزيو اكلوز او complex زي المود اللي هي ميزيو اكلوز وديستل طيب اهو دي مثلا ميزيو اكلوز طيب دي ايه ميزيو اكلوز وديستل طيب دي ايه compound ودي وكمان مين وبرضه كل ما نروح posterior كل ما تبقى cavity في سنة posterior وراه كل ما يبقى الـ occlusal load هيبقى اكبر ازاي زي احنا اتفقنا كل ما نقرب من الـ condyle head هنا كل ما force of investigation تبقى اعلى فكل ما يبقى force اللي نزل على cavity اعلى فكل ما يبقى occlusal stress اعلى فبالتالي كل ما تبقى cavity بتاعتي compound او complex او cavity موجودة في posterities احنا محتاجين احنا نحط additional means of retention تمام? طيب types of restoration اني مثلا عندي اعلى حسب نوعي absolutely لو become ahamalayan لو recent composit لو goldenん كل واحدة فيهم هتحتاج حاجة مختلفة صح لوا هو surveys او surveys that can be with reins اه بنعمل ايه الاندركاد بنعمل الكلام ده النمارز انكمبوزيت انا بعمل بيفل اه بنعمل ايه اتشنج بنعمل حاجات تانية اه كل على حسب نوع الماتيريال وعلى حسب طريقة الريتينشن بتاعت كل واحدة فيهم فهيختلف بالتالي ايه هيختلف الريتينت الفيتشيرز اللي انا هحتاجها والريتينت الفيتشير اللي المادة دي نفسها تحتاجها يعني اماضجم محتاج Retent Features اكتر بكتير مثلا من الكمبوزيت تمام فهكذا كله على حسب دور الماتيريال هنحدد احنا Retent Features اللي احنا محتاجينها هي هتكون ايه وقد ايه وهتوقف عن يعني اتوقف عن دقاني Retent Features اقول انا كده خلاص كفاية اوي حلو اوي بالماتيريال دي طيب البلدو فيتاليتي كمان بيقصر ازاي لو انا مثلا سن عملت لها حشوة عصر عملت لها ان دور تكتيري تتسايا فبقى عندي الروت كانال فاضي فانا ممكن استغلي الروت كانال ده ايه ان انا اخد منه راديكولر Retention ازاي سنة اصلا عندي الكراون بتاعها منتهي خالص وعملت لها اندو طب انا الوليتي هارجع احشيها ازاي هيبقى صعب قوي ومشابه في الروت كانال حشوة هتقعب بسهولة طب انا اخد الروت كانال بتاعي من الروت كانال اللي فاضي ده اوي فهنعمل الروت كانال تريتمينت بقى فاضي ايه نجيب ايه ده بوسطة وده حتة دي ايه اليه كور نيجي نحطها جوه الحتة الروت كانال الفاضيهة بالمنظر ده فانا عندي بوسطة هوك جوه روت كانال وكور بر ابدأ انا حاولين الكور ده بقى ابني الحشوة بتاعتي طيب تعالي نشوف فيديو احسن ليه اه الجزئية دي عشان تفهمه برضو اه بوسط كده مثلا هو دلوقتي ايه بيحط سمنت جوه عشان لما يحط البوسط يعرى البوسط يزق ويزق ايه ايه طيب فادا يدخل مين دخل البوسطة او جوه طيب ادخل البوسطة يبدأ ابا هو دي وقت يعمل ايه يزبط كسمنت ويلفه حاولين فادا يعمل كور طيب يبدأ هو دي وقت يبني ايه بيبني كوره نعم يبني كوره هوت يبدأ يصبط كبتو ايوه اعمل اه تاني زي كور بس دي وقت يبني كوره فوق بقى كور ده دا يبني كوره يبدأ بقى يعمل الحشوة بتاعته عادي خالص ودي وقت يبني كوره بقى في بوسط في الكراون ويبقى في ايه كور برا تمام فوق 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 الكور دوت يبني الحشوة بتاعته يبقى دقاتي واخد الريتنشن منين؟ خد الريتنشن من الروت بتاعت وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص يعني ارخم جزء حرفيا في الشابتر ده خلص اللي هو الانشيال ستاجس يعني بالتحديد يعني كان اللي هو الريتنشن والريزيسسنس فورم والسكندري الريزيسسنس فورم ده ارخم جزء جدا 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 لان كل الكلام وفيزياء تقريبا فانت يا اما تحفظ كلام وخلاص يا اما تفهم فعشان تفهم لازم تكون بتحب الفيزياء وبتعرف انك تفهم فيزي فشان كده الجزء ده ارخم شوية وليما يحبش الفيزياء هيبقى مش طايق الجزء ده وهيحس انه صعب بس يعني بشرة خير ان تقريبا كده الحاجات الجاية هتبقى كلام بسيط ويميل وهيبقى كلام عادي بقى مش فيزياء فبس بس